سننتقل الآن إلى موضوعنا الطبي لليوم حول فوائد العلاجات الهرمونية وأعراضها الجانبية ويحدثنا عنها دكتور وليد جرجي اختصاصي في الأمراض النسائية والتوليد في مركز رويل ميديكل صباح الخير دكتور صباح النور يا أهلا يعني موضوع الهرمونية الموضوع يلي تخوف كبير وفئة كبيرة من النساء عندهم تخوف من هذا الموضوع وهناك كثير من الشائعات يلي بنسمعها منها ربما الحقيقي ومنها غير الحقيقي نريد توضيح اليوم ولماذا هذا التخوف من الهرمونات؟ صحيح هي القصة ترجع لدراسة اسمها الـ WHI أو الـ Women Health Initiative هالدراسة هاي دي بلشت تظهر نتائجها ابتداء من سنة الـ 2005 هي شملت مئات الالاف من النساء هالنساء أخذوا العلاج الهرموني البديل أو الهرمون replacement therapy عادة لما بدون قطع الطمث عند النساء أيام بيكون في عندهم عوارض كتير صعبة يعني بيكون في عندنا هبات سخنة بيكون في عندنا عرق بيكون في عندنا قلق بالليل بيكون في عندنا تعصيب هالعوارض أيام بتكون كتير قاسية لدرجة أنه لازم يلتقى لحل والسيدة ما فيها تكمل حياتها اليومية بشكل جدا طبيعي من هون كان اللجوء للهرمونات اجت هالدراسة شو تقول؟ اجت هالدراسة تقول أنه هالهرمونات ممكن تسبب ازديات بنسبة سرطان الثدي بالإضافة لعدة أمراض تانية بالعلب أو تجلط أو إلى آخرها اللي صار أنه الإعلام تناول هالدراسة ونتائجها بشكل كتير موسع وحت صلة ضوء كتير أوعليا بشكل أنه وصلت المسج أو وصلت الرسالة بالنهاية أنه الهرمونات سيئة يعني وصلت بشكل خاطئ يعني فيه هو جزء من الحقيقة بس ما وصلت للحقيقة كاملة الحقيقة كاملة أنه لما عملت هالدراسة كان في ظروف معينة لقلة يعني هالسيدات اللي أخذوا هالهرمونات كانوا سيدات نوعا ما متقدمات بالسن يعني فيه سيدات عمرهم 60 سنة أخذوا هالهرمونات بالإضافة لأنه هالسيدات أخذوا الهرمونات لفترات طويلة يعني ممكن كان يوصل لفترة العلاج بالهرمونات لمدة تجاوز لعشر سنين فبالتالي ما تضوع على هالنقط المعينة وصلت المسج هيك بالإجمال أنه الهرمونات بتأدي لأمراض وإلى آخرية حتى أبعد من هيك يعني نسبة الزيادة بسرطان السدي لعند النساء يلي أخذوا هالهرمونات ما كانت هالزيادة الكتير مهمة أو الكتير قوية يعني نحنا اليوم نحكي بالإنسيدنس أو نسبة حصوله بالسنة لسرطان السدي زاد واحد بالألف يعني عند النساء اللي أخذوا الهرمونات بالنسبة للنساء اللي ما كانوا عم ياخدوا هرمونات فبالتالي صار نوع من شيطانة الهرمونات وصار فيه توجس وتخوف لدى الناس أنه تاخد هالهرمونات يعني اليوم نحنا بالكلينك بس نصف حيال لدواء فأول سؤال بنسأل هيدا الدواء فيه هرمونات يعني نوع من الخوف والألأ من أنه ناخد الهرمونات لأنه بالنهاية يمكن المرأة بتخاف على جسمها خاصة موضوع الهرمونات لأنه بيغير بكتير أمور بجسمها بصحة حتى بأسلوب حتى يعني حياتها اليومية يعني هالتخوف دائما موجود ومنسمع أكتر أنه الهرمونات أو العلاج بالهرمونات يعني النساء يلي أكتر بعمر كبير يعني ويلي عندهم قطاع بالطمس ولكن هناك حالات أخرى تستدعي العلاج بالهرمونات وتكون إيجابية خلينا نتحدث هيك عن هذه الحالات أين تم استخدم الهرمونات؟ صحيح الحالات اللي أكتر شيوعا هي الخلل الوظيفة عند المبيت كثير نحنا بجلعنا نساء على العيادة فيه خلل أو فيه عدم اتزام بالدورة الشهرية يعني عم بيكون فيه عم تجي قبل وقته أو عم بتأخر لحتى تجي الخلل الوظيفة منقول أنه فيه خلل وظيفة لما منكون عم نعمل فحوصات وما منلاقي أي سبب عضوة لهالخلل يعني ما عنا تكيوسات على المبيض كبيرة ما عنا تلايوفات ما عنا لحميات أو بوليبس نعم بيكون هالخلل لما منلاقي حالة سبب عضوة منيجي منقول هيدا خلل وظيفة هون فيه فينا نستعمل الهرمونات لحتى نجرب نرقلج أو لحتى نجرب نحسن انتظام الدورة وهون فينا نعقب كمان أنه مش بكل الأحيان لازم تاخد السيدة هرمونات يعني ممكن يكون هالخلل الوظيفة بسيط ومنه زعجة يعني قادرة تقوم تعمل وظائفها اليومية قادرة تروح على شغلة قادرة تقوم لعائلتها قادرة تعمل كل شيء متطلب منها قادرة تكمل بهوياتها فبالتالي مش ضروري أنه هون نجي نعطي الأرمونات لحتى نعمل انتظام بالدورة نتناقش نحن أنه هيدو الأرمونات عندهم هالحسنية اللي هي ممكن ينظمولك الدورة وعندهم سيئات معينة فينا ناخدهم إذا مش كتير زعجينيك فينا نطول بالنا يمكن تكون هيدا الخلل الوظيفة مارئ يعني ما بيطول شهر شهرين ترجع تنتظم الأمور مننا لوحدة يعني هيدا واحدة من الحالات يلي الأرمونات بتساعدنا وخاصة أنه عم نعطيها على وقت أصير ما عم نعطيها على وقت طويل يعني مثل هو كمان يعني بديل حتى ما يكون فيه جراحة يمكن الخلل الوظيفة هو ما له علاقة يعني ما بنوصل لمرحلة الجراحة هو عبارة عن أنه نحن عم ننظم وجود هالهرمونات بالجسم بشكل بيؤدي لانتظام الدورة الشهرية طيب كمان فيه تخوف من موضوع أنه المزاج يمكن بنسمع هيك الهرمونات بيغير بالمزاج بيغير من بتصير يمكن أكثر في عصبية بالموضوع بيأثر على حياتها يعني الشخصية هاي من المخاطر؟ من مخاطر الهرمونات؟ دايماً نحن منقصم العوارد الجنبية تبع حيال لدواء لشورت ترم أو يلي هو لما منكون عم ناخد الدواء شو منحس؟ وعلى اللونك ترم أو هو إذا في شيء بيؤدي لشيء على المدى الطويل على خلال صحة أو أمراض على المدى الطويل بالشورت ترم أو بلما نحن عم ناخد هيدا الدواء ممكن نحس بهالعوارد يلي أنت حكيت عنها ممكن نحس بديئة خلق بتعصيب بتحجير صدر المزاج ما بيكون كويس ممكن نحس بدقات قلب إلى آخرها نحن حيال لدواء اليوم بدنا نعطيه نجي منقيس يعني بنعم نحطه بالميزان شو هني الفوائد؟ وشو هني العوارد الجنبية يلي ممكن تتأتى عنه لأنه مش بكل الأوقات نحن بنعطي دواء وبيصير في عوارد جنبية في كتير ناس تاخد دواء وما بصر لا شي لما نلاقي مثل بحالة دواء أنه الفوائد هني بيفوقوا العوارد الجنبية ساعة حرام أنه السيدة ما تاخد هالدواء لحتى تحل مشكلتها لما نلاقي أنه لا العوارد الجنبية هني كتير سيئين لدرجة أنه ما رح نستفيد من الدواء هالقد ساعة لا من إلا ما تاخد الدواء بكل بساطة يعني بنهاية الإفادة هي الأهم وممكن هذه العوارد تكون في بداية يعني أخذها للعلاج الهرموني أو للدواء أو يعني كل الفترة تكون هذه العوارد موجودة كل جسم بتجاوب شي مع الدواء ممكن في أنه في أجسام أول ما ببلشوا وبينزاجوا وبعدين بتعودوا على الدواء وبيكون ماشي الحال طواما عادة تقريبا مدة العلاج الهرموني حسب الحالي وحسب الحالي طبعا تحدث يمكن عن الحالات لما يكون فيها مثل ما ذكرت يمكن كيس على المبيض في هاي الحالات كيف بيكون العلاج الهرموني؟ شو المدّة؟ فينا نعطي أدوية هرمونية لما بيكون فيه تكيوس على المبيض بس ولكن العلاج الهرموني هو لحتى نريح المبيض ما يشتغل أكتر مش أكتر يعني نحنا مش تارجتنج أنه الهرمون رح يشتغلوا على الكيس رح يشتغلوا على المبيض يريحوا بشكل أنه ما يعب مي أكتر وما يكبروا إذا في كيس مي خاصة على المبيض ما يكبروا أكتر مشكلة أنواع الأكياس تستجيب للعلاج الهرموني العلاج الهرموني نستعمله كمان بعدة حالات تانية فيها نستعمله بمنع الحمل طبعا بمنع الحمل العلاج الهرموني ممكن يكون بعدة طرق ممكن يكون بالحبوب عبر الفم ممكن يكون بلزقات على الجلد وممكن حتى أيام نزرع مثل ديفايس تحت الجلد يلي هو بيصير كل يوم يمرق كمية معينة من الهرمون بقلب الجسم معروف من زمان العلاج بالهرمونيات لمنع الحمل اللي بيصير أنه نحن بنعطي هالهرمونيات الرأس بيعمل أناليزس أنه فيه هرمونيات بالجسم بيحلل أنه فيه هرمونيات بالجسم وبالتالي ما بيعطي سيجنل أو ما بيعطي إشارة للمبيد لحتى هو يشتغل ويفروز هرمونيات لما هالمبيد ما بيشتغل ويفروز هرمونيات بيكون بحالة رياحة وبالتالي ما بيصير فيه إبادة وهون بصير عنا منع الحمل بهالطريقة هايدي طبعا مثل العادة بنحكي عن المدة كل قديش حسب كل سيدة وحالتها يعني في عنا سيدات مثلا بعضهم صغار بالعمر تنقول عمرهم 30 سنة 31-32 وخلصوا أورادي الولادات تبعيتهم يعني نحن هون عم نطلع على حالة ممكن بدأ منع حمل 10 سنين أو 15 سنة ما فينا نيجي نقول أنه لأ خلينا نستعمل الهرمونات كل هالفترة هايدي سيأتي هون بنعرض على السيدة أنه أوكي بدك تستعمليون نستعمل الهرمونات على سنة سنتين بس بعدين خلينا نفكر بشي تاني خلينا نفكر باللولاب يلي منحطه داخل الرحم خلينا نفكر بطريقة تانية ما تعرضك للهرمونات لوقت طويل لحتى ما نعرضك لخطر أنه يصير فيه أمراض على المدى الطويل لإستعمال الهرمونات وين الحالات اللي ما فينا نستخدم فيها العلاج الهرموني يعني شو الحالة اللي ممكن أنه العلاج الهرموني هايدي السيدة تسوق حالتها أكتر ربما إن كان بموضوع منع الحمل أو منع الحمل أو الحالات الأخرى أيضا هلا دايما في النساء بيكون عندهم أمراض معينة ما فينا نعطيهم أرمونات يعني في أيام استعداد للتجلطات في أيام أمراض بالقلب أمراض بالكبد في أيامات أنواع كانسر معينة هذا الكانسر ما فينا نعطيه معه الأرمونات فهيدول النساء أو اللي ما بسبب العوارض الجنبية ما بيقدروا يحملوا الأرمونات فبالتالي ما منعطيهم الأرمونات هيدول هن السيدات يلي ما منعطيهم منجرب نتجنب أنه نعطيهم الأرمونات لا في كتير كمان استعمالات للأرمونات غير عم نحكي ذكرنا اللولب يلي هو اللولب الرحمة الأرمون باللولب الرحمة هو عنده هذا اللولب اللي هو بيفرز أرمون بشكل يومي على الرحم صحيح بيمنع الحمل بس بي كمان فينا نستعمله لحالات الناس يلي عندها نزيف بالدورة كتير قوي ساعد في نساء ممكن يكون عندهم دورة كتير قوية وهالشي يسبب لهم في إردم وهالشي على المضى الطويل بتعب لهم جسمهم بتعب لهم القلب بتعب لهم الرواية بتعب كل الجسم فنحنا لحتى نتفادى الوقوع بهالفقر الدم المزمن بنركب هاللولب الأرموني يلي هو كل يوم بيفرز كمية أرمون على الرحم وبيخفف كتير من خسارة الدم وبالتالي هذا شيء كتير مفيد يعني في نساء عمرون 47 و48 سنة و46 سنة مع الموضوع منع حمل صار الموضوع أنه عم نخسر كتير دم وبننا نخفف كمية الدم بدنا نتفادى عمل جراحي لأنه نروح مثلا نشيل تلايوفات أو نشيل الرحم ساعتا نستعمل هاللولب الأرموني يلي هو بيغنينا عن عمل جراحي وبنفس الوقت بريح الجسم بيحللنا هالمشكلة هايدي سواء لكي أخير ذكرت موضوع كانسر أو السرطان وبنسمع العلاج الهورموني لمرضى السرطان بحالة معينة هل يختلف العلاج الهورموني لمرضى السرطان عن العلاجات الهورمونية الأخرى طبعا Lad必اب هون عم نحكي عن السرطانات عم نحكي عن نوعين من السرطان السرطانات النسيقية وممكن تستجيب لأنواع هورمونية فعلا سرطان مناسنا Oczywiście نعمل دراسة عليه منشوف انه هالسرطان فيه هرمون معين بيأثر عليه بيكبره بيخليه يتطور هون العلاج بيكون هرمون بس ولكن مضاد للهرمون يلي أدى أو يلي بيساعد على سرطان السدي في عدة أنواع هرمونات للعلاج هون حسب نوعية السرطان اللي استقصلناه من السدي وهذا العلاج الهرموني بيتخذ بعد العملية وبيتخذ على أمس خمس سنين بيتخذ على حسب الحالة قبل الدورة بعد الدورة إلى آخره فيه كمان السرطان اللي بيكون على جدار الرحم السرطان كمان فيه أنواع سرطانية تيجي على جدار الرحم تتجاوب على العلاج الهرموني بشكل كتير منيح بشكل بيجنبنا أنه هالسرطان يتقدم ويتطور له وينتشر بكل الجسم أكيد على العموم يعني العلاجات الهرمونية موجودة وعم نشوف أنه فيه إلى فويد اليوم حسب إذا يعني اتشخصت الحالة بشكل صحيح ودقيق واستخدمت العلاجات الهرمونية بالطريقة الأنسب بدي أتشكرك أنا دكتور وليد ترجل اختصاصي في الأمراض النسائية والتوليد في مركز رويل ميديكل شكرا جزيلا لك شكرا لكم